الحمد لله رب العالمين أما بعد فلازلنا في سياق سورة إبراهيم في آخر جزء من هذه السورة التي تتحدث عن طرائق الكافرين في الصد عن دين الله وبيان أن تلك الطرائق لا تجدي شيئا وأن العاقبة تكون لأهل الإيمان وأن الكافرين مهما أوتوا من إمكانات دنيوية فإن هذه الإمكانات لا تجديهم شيئا ولا تنفعهم بل تكون وبالا عليهم ولذا على أهل الإيمان أن يستمروا في طاعة الله والدعوة إلى سبيله وأن لا يتأثروا بطغيان الظالمين عليهم فلعلنا أن نقرأ الآيات التي وردت في ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب يوجه الله تعالى الخطاب إلى أوليائه المؤمنين بأن لا يهتموا لطغيان الطاغين فإن الله عز وجل هو الذي أمدهم بما هم فيه من القوى لحكم يراها جل وعلا فقد أراد الله أن يزداد عقابهم وأن يكثر عذابهم بما آتاهم من وسائل دنيوية يستعملونها في الصد عن سبيل الله وإيذاء عباد الله المؤمنين ولذا قال ولا تحسبن أي لا تظن ولا تقدر أن الله عز وجل قد غفل ولم يعلم بما عليه هؤلاء الأقوام من صد عن دين الله وظلم لعباد الله فالله جل وعلا هو الذي خلقهم وهو الذي أمدهم بما هم فيه من القوى وهو القادر على أنزال العقوبات بهم وإنما لله حكمة في أن يبقى صراع بين الحق والباطل ليزداد أهل الباطل في باطلهم وليكون هذا من أسباب ظهور عبادات في دعوة المؤمنين لغيرهم وجهادهم في سبيله وكونهم يصالون ما يصالون ليزداد أجرهم بالصبر على أقدار الله المؤلمة والرضا بها ولذا قال إنما يواخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فإن العذاب العظيم هو العذاب الذي ينزل عليهم يوم القيامة يوم تشخص فيه الأبصار وتشخص أي أنها تصبح لا رمش فيها ولا يرتد طرف هذه الأعين وما ذاك إلا لما هم فيه من الخوف الشديد الذي جعلهم لا يتمكنون من أن يغمضوا أعينهم ولو للحظة واحدة من شانهم أنهم مهطعين أي يسارعون في جريهم يذهبون إلى محشرهم مقنع رؤوسهم أي أنهم قد رفعوا أبصارهم حتى نزلت رؤوسهم عن مستوى أبصارهم فكأنها قد تغطت بذلك لا يرتد إليهم طرفهم أي لا يعود نظرهم إلى أنفسهم ولا يتمكنون من إغماض أعينهم وافيدتهم هواء أي أن بواطنهم قد خلت من قلوبهم لكون قلوبهم قد ارتفعت إلى حناجرهم من الخوف الشديد والفزع العظيم فأصبحت أفئدتهم كأنها خوى ليس فيها شيء وذلك لأنهم لما أخلوا بواطنهم من تعظيم الله جل وعلا وعبوديته وقصد الإخلاص له جعل أفئدتهم يوم القيامة خاوية فهذا العذاب الشديد الذي يكون يوم القيامة وهو العذاب الذي يستمر أبد الآبدين ولا يعني هذا أن هؤلاء المجرمين سيسلمون من عذاب الله في الدنيا ولذا قال وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب أي خوفهم من نزول العذاب بهم في الدنيا فإن الله جل وعلا وهو المالك للكون يرحم من يشاء ويعذب من يشاء ولذلك على الإنسان أن يحذر من أن تنزل به عقوبة الله في الدنيا فأنذرهم يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا أي هؤلاء الذين ظلموا في حق الله فظلموا أنفسهم بشركهم وتوجههم بالعبادة لغير الله وظلموا عباد الله بأن آذوهم وصدوهم عن الاهتداء بالهدى ماذا يقولون يدعون الله بتأخير لآجالهم لما رأوا العذاب فيقولون ربنا أخرنا إلى أجل قريب أي ليكن منك يا ربنا رحمة بنا بأن تؤخر موتنا لنتمكن من العود إليك ومن عبوديتك والله جل وعلا قد علم أنهم لو أخروا لكان منهم استمرار على العسيان والظلم لعباد الله كما قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فأجابهم الله جل وعلا بأنكم تزعمون أنكم لو بقيتم لأجبتم دعوة الله واتبعتم رسله وحينئذ نذكركم بأمرين كبيرين أولهما أنكم في الماضي كنتم تقسمون بعدم انتقالكم من هذه الدنيا إلى الآخرة ولذا قال أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال كنتم تحلفون وتقسمون أغلظ الأيمان بأنكم لن تتحولوا من هذه الدنيا للآخرة فأين قسمكم السابق وكيف بكم لا تتذكرونه الآن وأنتم تزعمون أنكم باقون في الدنيا ولن تتحولوا منها وأمر آخر يجعلنا لا نستجيب لدعائكم بتأخير آجالكم ألا وهو أنكم كنتم تشاهدون الأقوام الماضية التي نزل بها عذاب الله فهذه مواطنهم وديارهم ومساكنهم تشاهدونها وقد علمتم بنزول العقوبة عليهم لأنهم كانوا يفعلون مثل ما تفعلون من الشرك بالله والصد عن سبيله وإيذاء عباده فألم يكن فيهم عظة ومن شاهد عقوبة من يماثله ثم لم يتعظ ولم يجتنب ما عليه من المعصية يكون حينئذ قد فرط ولم يوجد لنفسه سبيل النجاة ولذا قال وسكنتم أي أنكم أتيتم إلى ديار المعذبين تشاهدون مواطن عذابهم وأصبحتم تنامون فيها وتعيشون فيها وتشاهدون آثارهم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم ممن نزلت بهم العقوبات العظيمة وتبين لكم كيف فعلنا بهم أي عرفتم أن عقوبة الله قد نزلت بهم لكفرهم بالله وشركهم به ولكنكم لم تتعظوا ضرب الله لكم المثل حيث نزل بأقوام يماثلونكم في جريمتكم عقوبة شديدة فكيف تأمنون أن تنزل بكم مثل تلك العقوبة وذكرهم بأن الأمم السابقة لهم كان عندهم حيل شديدة وخطط كثيرة وأدوات عديدة فلم تغن عنهم من الله شيئا ولم تدفع عنهم عذاب الله ولذا قال وقد مكروا مكرهم يراد بالمكر الحيلة الخفية والتدابير السرية التي يبذلها الإنسان في حق غيره ليزيله فذلكم المكر الشديد الذي وصل من شدته أن الجبال تكاد أن تزول بسببه ومع ذلك لم ينجهم هذا المكر من عذاب الله فذكر الله جل وعلا هؤلاء الظالمين بأن من قبلهم ممن يسكنون في مساكنهم كان عندهم مساكن وعندهم قرى وعندهم أموال كثيرة وعندهم خطط متعددة ولدرجة أن مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال من شدته وعظمته ومع ذلك لم يسلموا من عذاب الله في الدنيا وحينئذ لا يغتر الإنسان بما آتاه الله من إمكانات دنيوية ثم ذكر الله جل وعلا المؤمنين بأن الله صادق في وعده وبالتالي لا ينبغي بهم أن يتخوفوا مما لدى أعدائهم من إمكانات وهبها الله لهم لحكم يراها وقال فلا تحسبن أي لا تظن ولا تقدر أن الله سيخلف وعده وذلكم الوعد الذي وعد به أولياه المؤمنين بنصرتهم في دنياهم وبنجاتهم في آخرتهم فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام عزيز أي قوي لا يحتاج إلى من يسانده ويكون معه لقدرته الباهرة وهو ذو انتقام أي أنه ينزل العقوبة بمن أعرض عن سبيله وليكون نقمة على نفسه وعلى غيره ثم ذكر الله جل وعلا بيوم المعاد حينما يرجع الناس إلى ربهم فقال يوم تبدل الأرض ويرى الأرض قد يراد بهذا واذكر أيضا ذلكم اليوم الشديد يوم القيامة أو يراد به أن العقوبة الشديدة التي وعدها الله لهؤلاء الظالمين تكون يوم المعاد يوم تبدل الأرض غير الأرض أي أن هذه الأرض التي تحت أقدامنا يبدلها الله عز وجل بأرض أخرى صافية لا جبال فيها ولا أودية لا مرتفعات ولا منهبطات وإنما أرض متساوية صفصفا لا قاع صفصفا بحيث يكون الناس على مستوى واحد وقد قيل بأنه بدلت الأرض لتكون الأرض الجديدة ليست مما عملت عليه المعاصي أو كان فيها الشرك بالله تعالى قال والسماوات ظاهره أن السماوات أيضا تبدل بسماوات أخرى ثم قال وبرزوا أي ظهروا وأصبحوا ظاهرين بارزين برزوا من قبورهم من أجل أن يحاسبهم الله جل وعلا وكان بروزهم لله الواحد الذي لا شريك له والذي لا يحتاج إلى من يعينه أو يقوم معه أو ينوبه بل هو واحد يتمكن من حساب العباد في لحظة واحدة وهو القهار أن يغلب غيره ويتمكن من أن يقهر أعداءه وأن ينزل بهم العقوبة والهزيمة دنياً وآخرة في ذلكم اليوم ترى المجرمين أي تشاهدهم تشاهد المجرمين الذين أقدموا على فعل ما لا يليق من الشرك بالله وتجاوز شرعه وعدم الالتزام بدينه فتراهم في ذلكم اليوم مقرنين أن يضموا بعضهم إلى بعضهم الآخر بحيث يكون كل واحد منهم مع من يماثله في حاله ومعتقده وفعله مقرنين في الأصفاد أي جمعوا فربطوا في السلاسل العظيمة التي تجعل المتماثلين مقترنين يربطون بسلاسل واحدة ثم قال سرابيلهم أي ثيابهم التي يلبسونها من قطران والقطران هو القار أو النفط فإن العرب كانت تستعمل هذا القار فتضعه على الإبل متى كثرت عليها حشرات القراد من أجل أن تموت تلك الحشرات ويكون لها أثرها المؤقت على بدن البعير ولذا جعل الله عز وجل ثياب هؤلاء المجرمين من قطران من ما يماثل هذا القار ليكون أعظم لعذابهم فإنه يشتعل فيشعل ما تحته قال وتغشى وجوههم النار أي أن نار جهنم الحامية الشديدة تغطي وجوههم فإذا كانت قد وصلت إلى وجوههم فإنها قد غطت أبدانهم ومن المعلوم أن الإنسان أشد ما يتأثر به ما يصل إلى وجهه فإنه يتحمل في بدنه من الجراح ما لا يتحمله في وجهه ولذا قال وتغشى وجوههم النار ثم قال تعالى ليجزي الله كل نفس ما كسبت أي أن إيجاد يوم القيامة وخلق النار وما فيها من العقوبات الشديدة إنما هو لعدل الله عز وجل ليجازي ويعامل كل إنسان بحسب عمله في الدنيا ولذا قال ليجزي الله كل نفس ما كسبت أي ما عملت وحصلته من أنواع الأفعال ثم قال إن الله سريع الحساب سيحاسب الله العباد يوم المعادة وهذا اليوم ليس بيوم بعيد بل هو يوم قريب كما قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولذا قال عن نفسه بأنه سريع الحساب أي سيحاسبكم سريعا ثم حسابه لكم سيكون في وقت قليل لأنه جل وعلا سيحاسب العباد كلهم في وقت واحد كل واحد منهم يظن أنه لم يحاسب إلا إياه ولذا فإن الله جل وعلا يحاسبهم في الأوقات اليسيرة ثم قال تعالى هذا بلاغ للناس أي هذا التذكير السابق وهذا الكتاب الذي أنزله الله ليكون سببا لنجاة الناس بلاغ للناس أي بيان بليغ يصل إليهم في تحذيرهم من عقوبات الآخرة وعقوبات الدنيا وبلاغ يبين لهم الصراط المستقيم والحق المبين الذي من التزم به نجا دنيا وآخرة وفي معنى بلاغ للناس أن الناس يتبلغون بهذا الكتاب بمعنى أنهم يتمكنون من العيش حياة رغيدة بتمسكهم بهذا الكتاب فقد ضمن الله تعالى لمن تمسك بهذا الكتاب حسن المعاش في الدنيا مع جميل العقوبة مع جميل المثوبة يوم القيامة ولذا قال هذا بلاغ للناس ولينذروا به أي يحذروا من العقوبات الدنيوية والأخروية وليعلموا أن يتيقنوا ويجزموا بأن من يستحق العبادة هو الله وحده لأنه هو المتصرف بالكون وليذكر أولو الألباب أولو أي أصحاب والألباب أي العقول فمن كان عنده عقل فإنه سيتذكر بهذا الكتاب فيستعد لما أمامه فإن العقل أن يستعد الإنسان إلى ما سيأتيه ويكون ممن عمل لتدارك عواقب الأمور ولذا كان هذا القرآن من أسباب زيادة العقول ومن أسباب وجود التذكر والاستعداد لما يأتي وهذا الكتاب به صلاح أحوال الناس في دنياهم فهذه آيات عظيمة في آخر هذه السورة الكريمة سورة إبراهيم فيها فوائد جليلة وأحكام عديدة فمن فوائد هذه الآيات ترغيب أهل الإيمان في أن يستمر على إيمانهم وأعمالهم الصالحة بحيث لا يقطعهم عمل الظالمين في صدهم عن دين الله جل وعلا وفي هذه الآيات عدم الإغترار بما يقدره الله للظالمين من إمكانات دنيوية فإنها تكون وبالا عليهم وفي هذه الآيات بيانوا أن الله مطلع على أحوال الناس وأنه قد يمهل الكافرين لحكم يراها فهو عالم بكل شيء غير غافل عما يعمله هؤلاء الظالمون وفي هذه الآيات التعريف بالحال الشنيع الذي يكون عليه الكافرون في يوم المعاد وفي هذه الآيات أن الجزاء من جنس العمل فلما أخلوا أفئيدتهم من مخافة الله ورجاءه أخل الله أفئيدتهم من القلوب لعظم خوفهم في ذلك اليوم وفي هذه الآيات جواز تحذير الإنسان لغيره من العقوبات الدنيوية فقد تبعد إنسانا عن قطيعة الرحم بتخويفه من العقوبات الدنيوية التي تترتب على فعله وإن كان ينبغي أن يزرع في القلوب مخافة الآخرة والاستعداد لها لكن لكن بعض الناس لا يترك المعاصي في الدنيا إلا عندما يخاف من العقوبات الدنيوية وفي هذه الآيات أن آجال العباد مقدرة محسومة لا يتمكن أحد من تأجيلها وإن كان لها أسباب تجعل هذه الآجال تمتد كما قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسى له في أجله وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه وفي هذه الآيات من الفوائد وجوب الاستجابة لدعوة الله عز وجل والالتزام بدينه وأن من لم يكن كذلك خشي عليه من العقوبات الدنيوية والأخروية وفي هذه الآيات وجوب اتباع الرسل وأن النجاة تحصل باتباعهم ويأخذ من هذا حجية السنة وحجية الأفعال النبوية وفي هذه الآيات أن تأكيد الكلام بالقسم من المدعي لا يجدي شيئا فالادعاء لا يتأيج إلا بالبينات والشهود أما مجرد القسم الذي ليس عليه مستند فإنه لا يفيد صاحبه ولذا كان قسمهم بأنهم لن يزولوا من الدنيا غير نافع في حقيقة أمرهم وفي هذه الآيات اتعاض الإنسان وأخذه العبرة من حال الأمم السابقة التي نزلت بهم العقوبات الشنيعة وفيها جواز أن يدخل الإنسان ديار المعذبين للاتعاض منها وأخذ العبرة منها وفي هذه الآيات أن الإنسان ينبغي به أن يتفكر فيما يحصل على غيره سواء من المصائب والنكبات ليعرف أسبابها فيجتنبها أو من الخيرات والمبرات فيعرف أسبابها فيزاولها وفي هذه الآيات مشروعية ضرب الأمثال والاستفاد مما يوضع من أمثال تقرب أحوال الماضين وتجعل الإنسان يحذر من العقوبات السيئة المرتب على أفعال لأنه قد حصل مثلها في من مضى وفي هذه الآيات أن المكر الشديد والتخطيط الكثير للوقوف في وجه الدعوة إلى الله لا يجدي عن صاحبه شيئا وقد قال تعالى ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وفي هذه الآيات التذكير بما كان عند الماضين من إمكانات وقدرات لم تجد عنهم شيئا ولم تدفع عنهم عذاب الله في الدنيا فضلا عن عذابه في الآخرة وفي هذه الآيات أن وعد الله لرسله وأوليائه وعلماء شرعه ودعاة دينه وعود صادقة تقع لا محالة فلا يتخلف وعد الله أبدا وفي هذه الآيات التذكير بقوة الله جل وعلا وقدرته فهو العزيز ذو الانتقام وهو الواحد القهار وفي هذه الآيات التذكير بشيء من علامات يوم القيامة من تبديل الأرض والسماوات وخروج الناس من قبورهم وفي هذه الآيات أن العذاب في أن الحساب أن الحساب يوم القيامة سيكون لجميع العباد بلا استثناء وأنه يحاسب كل واحد منهم وحده وفي هذه الآيات بيان شناعة حال الكافرين والمجرمين في يوم المعاد وفيها تصوير حالتهم بما ينفر من فعلهم وطرائقهم فهم حيث يجمع المتقاربين ويربطون جميعا في سلاسل شنيعة ويلبسون ثيابا من القار بمجرد وصول النار إليها تحرقهم أشد الإحراق وفي هذه الآيات بيان أن النار ترتفع حتى تغطي من يكون فيها وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا سيجعل يوما يحاسب به العباد لينيل من عمل الخير خيرا ومن عمل ضد ذلك بضده كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وفي هذه الآيات عدل الله تعالى الحيث لا يجازي أحدا إلا بمقتضى فعله وفي وفي هذه الآيات أن هناك يوما يعود الناس فيه إلى الله فيحاسب هم على أعمالهم ومن ثم على الإنسان أن يستعد لذلك اليوم وفي هذه الآيات أن التمسك بكتاب الله جل وعلا يجعل الإنسان ينعم في حياته ويتمكن من تقليبها لتكون على أفضل أحوالها فيتبلغون من هذه الدنيا بسبب ما لديهم من كتاب الله جل وعلا وفي هذه الآيات التذكير بأن نعيم الدنيا مهما كان عند الإنسان منه فإنه لا يوازي فضل الله بإدخال الجنة فكل ما في الدنيا إنما هو بمثابة البلاء والزاد الذي ينقله المسافر لينتقل لآخرته وفي هذه الآيات أنه ينبغي أن يكون الوعظ والتذكير والتخويف بآيات من كتاب الله عز وجل وفي هذه الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة فإن من انفرد بالربوبية خلقا ورزقا وتدبيرا وتصريفا فإنه ينفرد بالعبودية فلا يتوجه بصلاة ولا دعاء ولا عبادة لغير الله جل وعلا وفي وفي هذه الآيات أن كثرة قراءة القرآن والتمسك به والنظر في معانيه من أسباب زيادة العقل ومن أسباب نمائه ولذا قال وليذكر أولو الألباب بارك الله فيكم وأسعدكم الله ووقاكم الله شر من أراد بكم سوءا كما نسأله جل وعلا أن ينشر دينه وأن يعمه في الأرض وأن يعيد أهله للتمسك به والسير على تعاليمه كما نسأله جل وعلا أن يوفق المسلمين في جميع الأقطار ليكونوا من أسباب الخير والهدى والتقى والصلاة كما نسأله جل وعلا أن يزيدنا فهما في كتابه وعملا بأحكامه وتأملا في معانيه ودعوة إليه وتذكيرا للعباد به وتعليما له وتعلما كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولا تأمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين تسليما وكثيرا آله ترجمة نانسي قنقر